أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فحمدا لمن كان بلا مكون فكون الكون بكلمتكم وقال كن فيكون هو الحق الذي تنزه عن الحق إذ لا يلحق عليه الحق من أرسل رسول الحق بالحق للحق فكان حقا عن حق لحق بحق فحقق الحقائق حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أس الوسائل ينبوع الرحمة تاج العارفين بحر الحقيقة صاحب الفيض والختم والكتم أبو العباس أحمد التجان رضي الله عنه اعلم أن للإنس مشائخ وللجن مشائخ وأما أحمد التجان رضي الله عنه فهو شيخ الكل إذ ما رفع المصطفى صلى الله عليه وسلم قدما إلا وضع أبو العباس أحمد التجان قدمه من حيث رفعه المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته ورضا خاصة عن خليفته الأكبر وصاحب سره الأشهر مولانا أبي حفص الأبهر وعمر بن سعيد الفوتي القدوي الحلواري سادس خلفاء الحق وخاتمة المحققين رضي الله عنه وعن أجدادنا الذين كانوا معه يجاهدون في سبيل الله إلى أن أتاهم اليقين الذين قيل في حقهم رجال أجابوا شيخنا عندما دعا أولئك حزب الله أهل الفضائل وع الله شبانا كهولا وشرخا معا جاهدوا في الله مع شيخنا عمر فجزاهم الله عنا كل الخير أما بعد أيها المشاهدنا الكرام نحييكم بتحية المودة والإخلاص أولها رحمة ووسطها مغفرة وآخرها عتق من النار قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر